للحديث مشاهدين الكرام عن انتفاضة تشرين معنا من اسطنبول الكاتب والباحث أو في ضيف الستوديو الكاتب والباحث السياسي لستاذ نظير الكندوري مرحبا بك أستاذ نظير مرحبا بك وأرحب أيضا عبر سكايب السياسي العراقي لستاذ أمير المفرجي مرحبا بك أستاذ أمير كل الهدى والمرحب أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري أستاذ نظير عدد ضحايا قمع التظاهرات المتواصلة في البلاد وصل إلى أكثر من مئة قتيل ونحو أربعة آلاف جريح وهناك ملاحقة من قبل القوات الحكومية حتى لسيارات الإسعاف لاستهدافها كيف تراقب سير التظاهرات؟ يعني أنا أستغرب جدا من التطور السريع للأحداث في العراق والتي لا تشبه أي انتفاضة حدثت في بلد مجاور أو بلد في العالم نحن الآن في اليوم الخامس وتجاوز عدد القتلى المئة وعدد الجرح الآلاف هذا دليل على أن النظام السياسي في العراق عازم على معالجة هذه التظاهرات بالحديد والنار مهما كلف الأمر ولا يهمه عدد الضحايا الذي يسقطون بالمقابل نرى أن هناك إصرار أيضا من الشعب العراقي على مواصلة انتفاضتها بدون خط رجعة وكأن هذا الانتفاضة متجهة باتجاه واحد دون رجعة ولربما نشهد هناك تصعيد أكبر وأكثر في الأيام المقبلة قياسا على الأيام الخمسة الماضية هذا يعني ينذر بأن هناك المزيد من القتلى والجرحى هناك المزيد من سفك الدماء بحق شعبنا لذلك أنا أهيب بالمجتمع الدولي سواء على مستوى الدول ومستوى المنظمات مستوى منظمات الحقوق الإنسان أن تقول قولها في هذا الأمر وإلا أن هذا النظام ربما يستمر في هذا القتل إلى ما شاء الله وبنفس الوقت هو يتبرأ من هذه الجرائم وكثير من الشهود وثقوا رؤيتهم لانتشار قناصة فوق البنايات وتجد من يتكلمون باسم النظام بأنهم لا يعرفون هؤلاء وليس لديهم علاقة كيف أن هذا النظام يستطيع يقتل هذه الأعداد الكبيرة ويجرح هذه الأعداد الكبيرة غير قادر على مسك شخص متمركز فوق بناية يقنص بالمواطنين هذا كلام تدليس على الناس وكذب على الناس نرى الأمور متاجهة إلى مزيد من التصعيد أرجو أن تبقى معنا أستاذ نظير ننتقل إلى الدكتور أمير المفرجي في الحقيقة أن كما يبدو الحكومة بدأت حوارها مع المتظاهرين بالحديد والنار والدليل هو هذا العدد الكبير من القتلى والجرحة هل يعني ذلك أن الأمور وصلت بين الحكومة وبين هؤلاء المتظاهرين إلى نقطة لا عودة؟ مساء الخير لا شك أن الصوت يرجعني مرة ثانية لا شك أن ما يحدث في العراق هو خروج هذه الحالة من هيمنة الأحزاب الطائفية لأن ما يحدث في العراق هي ثورة شباب وثورة شعب ضد هذا النظام الذي يعني وصل إلى طريق مزدود ولكن السؤال المهم الذي يستطيع أن نسأله الآن في الوقت الحاضر لماذا في الوقت الحاضر؟ ما هو السبب في أن يجعل من هذه المظاهرة وهذا الحراك الكبير والعظيم في أن يحدث في هذا الوقت في الآن أنا في رأيي أن هناك احتمالين أما أن يكون أن إيران قد عرفت وفهمت بأن وجودها في العراق قد انتهى وأنها قد رفعت أيديها عن الأحزاب الحاكمة التي لا تزال تريد أن تبقى في السلطة وهذا احتمال ضعيف ولكن الاحتمال الثاني الأقوى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت برفع الحاجز ورفع ما قدمته للأحزاب الحاكمة بعد أن توافقت مع إيران على إدامة الوضع أما الآن فالولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو لا تريد أن تمد يد العون إلى الأحزاب الحاكمة وإلى العملية السياسية لتتركها في أياد الأحزاب وأياد إيران وهذا احتمال قوي لإستطاعة الشعب العراقي أن يتنفس أكثر بعد أن رفعت الأياد الأمريكية قوتها عن الوبع السياسي في العراق نعم أستاذ نظير الكندوري وكالة الأنباء الفرنسية قالت أن وسط العاصمة بغداد تحول إلى ساحة حرب بين قوات الأمن والمتضاخرين يعني ذلك الأمر يلقي ربما تلقي بضلالها على وسائل الإعلام وكيفية تعاطيها مع التضافرات في العراق يعني إلى أي مدى ترى أن هناك عزيمة للمتظاهرين ستستمر من أجل تغيير الشامل يعني أنا أرى أن هذا التوصيف غير صحيح وربما هو تحريف للحقيقة ساحة حرب معناه هناك فريقين مسلحين يتقاتلون فيما بينهم لكن حقيقة الأمر ليست كذلك هناك متظاهرين شباب عزل لا يتظاهرون إلا بحمل راية العراق معهم وبالمقابل هناك جيش مدجج من قوات أمنية وشرطة ومكافحة شغب مسلحين بمختلف الأسلحة يقنصون بالناس ويقتلون بالناس ليست هذه أيضا ساحة حرب فعلا يعني مثل ما وصفت وكالة الأنباء الفرنسية يعني قوات أمنية تقوم بقتل المتظاهرين على هذا النحو يعني هناك قناصة منتشرين على أسطح المباني العالية يعني أليست فعلا هي ساحة حرب بين الدعمين للعملية السياسية وبين المتظاهرين الذين يطلبون حقوقهم وينشرون تغيير لربما نستطيع أن نصفها بأن حرب إبادة ضد الشعب العراقي ضد الشباب العراقيين حرب إبادة بين طرفين غير متكافئين من ناحية التسليح أنا فقط أريد أن أتساءل ووجه سؤالي إلى النظام العراقي نفسه ماذا تريدون من خلال ضغطكم بهذا القتل وهذا الجرح بالمواطنين هل تريدون أن يتخلى الشعب العراقي عن سلمته وتظاهراته السلمية ومطالباته السلمية إلى أن يحمل السلاح؟ يعني كأنما النظام العراقي بتصرفاته هذا بالقتل الذي يعمل بالشعب العراقي وكأنما يدفعه دفعا لكي يحمل السلاح والشعب العراقي ليست لديه هذه مشكلة هو الشعب كله مسلح وكله قادر على حمل السلاح ولكنهم يصرون على مبدأ السلمية لأنهم يعرفون أن إرادة هذا النظام هي التي تريد دفعهم إلى حمل السلاح وبالتالي اتهامهم بالإرهاب ويكون مسوغ لهم باستعمال القوة المفرطة مع الشعب العراقي نفس السيناريو الذي حدث في سوريا التظاهرات قابلها النظام السوري بالضغط والقتل إلى أن اضطرت الجماهير أن تحمل السلاح هذا الشيء أنا متأكد بأن الشعب العراقي لن ينخدع هذه المرة بهذه الخدعة ولا أن ينجرر لهذا الفخ الذي يريد منهم النظام لذلك أنا أهيب بالشعب العراقي أن يصبر على سلميته ويظل ينادي بمطالبه بشكل سلمي إلى أن يلتفت المجتمع الدولي إلى المأساة التي تحدث في العراق ويساند الشعب العراقي في مطالبه نعم أستاذ أمير من باريس كما تلاحظ معنا وهذا الشيء يلفت الانتباه في الحقيقة أن المواجهة الرئيسة للمتظاهري لست فقط مع الحكومة الفاسدة كما يصفونها إنما أيضا مع مقار الأحزاب والميليشيات هناك في العراق والآن تتواتر أخبار عن إحراق مقارات الميليشيات والأحزاب بالكامل في الناصرية على سبيل المثال ماذا يعني لكم كمراقبين ومحللين متابعين للقضية العراقية؟ شيء طبيعي إنما يعمل به الآن من قبل هذا الشباب الثائر ضد الوضع هو الذهاب إلى نقطة البوشكينة في العراق ألا وهي هذه الأحزاب التي هي مسؤولة عن ما يحدث صحيح إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جاءت بهذه الأحزاب وعطت إيران الضوء الأخضر لعملية سياسية فاشلة وعملية غير نزيهة طائفية يعني اعتمدت على تفريق العرقي والطائفي الديني بين العراقيين العراقيون بعد مدة طويلة كانت على رقابهم سيوف الاحتلال الأمريكي وسيوف الاحتلال الإيراني ولكن ما يحدث الآن في الساحة الدولية من مشاكل إيرانية أمريكية قد ألقت بدون شكل إيرانها على الوضع العراقي الثائر العراقي الشاب العراقي يعلم الآن بأن المشكلة هي تكمن في وجود هذه الأحزاب على رأس السلطة التنفيذية والتشريعية نقولها بصراحة سلة وشيعة من يحكم في العراق الآن هم الذين مسؤولون عن ما يحدث في العراق وعن ما وصل إليه هذا الشباب العراقي الكاذح الذي لا يستطيع أن يأكل بشكل طبيعي بهذا العمر وكما يعيشه الشباب الآخرون في العالم في بلد وكما تناقلته الأنباء العالم بتنوعها إذا كانت أوروبية أو غير أوروبية بأن العراق ثاني دولة بالنسبة للثروات النفطية في العالم إذن المليارات التي ذهبت ذهبت إلى جيوب هؤلاء الفاسدون هؤلاء الذين جعلوا من هذه الأحزاب الطائفية مركزا للفساد ولسرقة الأموال العامة ولذل العراقيين ولجعل العراق مزرعة إيرانية وحديقة إيرانية للبقاء في السلطة لمدة أثر إذن العراقي قد فهم وأنا متأكد بأن ما يحدث في العراق هي بداية ثورة سوف لا تندهي إلا بإبدال هذا النرام الفاسد الذي جمع العراقيين المر ابقى معنا أستاذ أمير المفرجي صحيفة آي البريطانية أيضا ذكرت في تقرير لها أن العراق تأهب لنقطة تحول مهمة في تاريخه الحديث يعني قمع بالرصاص وعود بتحسين الحال يبدو أن الحكومة هذه لم تتعظ من تجارب سابقاتها ما جاء في صحيفة آي البريطانية من نقطة تحول في تاريخه الحديث يعني ما هي نقطة التحول المتوقعة من وجهة نظرك؟ أنا أرى ما يعني في هذه الانتفاضة هي مختلفة عن كل التظاهرات التي خرجت في السابق ربما كانت يعني مظاهرات مطلبية أو ربما كانت بنفس المطالب الحالية ولكنها كانت قصيرة أو عدد قليل الشيء الجديد في هذه الانتفاضة بأن الشعب العراقي وصل إلى قناعة بأن لا يعني مجال لإصلاح النظام إنما لإسقاط النظام برمته ولو تلاحظ بأن الآن المتفضين لا تردعهم القمع المسلح الذي يحدث ولا تردعهم كل الإجراءات الأمنية بل حتى الخدع التي يقوم بها بمفاوضات وغير مفاوضات هو بأنه سنوزع قطع أراضي ونصرف رواتب للعوائل هذا الكلام والوعود التي لن يتحقق منها شيء بدأت لن تنطلع على الشعب العراقي هو عازم على تغيير هذا النظام تماما فهي تعتبر فعلا نقطة تحول بتاريخ العراق ماذا لو استمرت عمليات القتل أكثر من مئة قتيل حتى الآن في صفوف المتظاهرين أنا أقول يعني كل الشعوب التي أخذت حريتها دفعت ثمنها دما أنا أقول شيء آخر لو أن الشعب العراقي لا ينتفظ هل سينجيه هذا من تقديم الطوحيات نحن ندفع طوحيات بسبب الترد الصحي ندفع الطوحيات بسبب الحروب الداخلية ندفع طوحيات بسبب التجنيد في الميليشيات وقتلهم في سوريا ومع ذلك ندفع أضعاف ما سندفعه في ثورة تغير هذا النظام إلى نظام أفضل لذلك أنا أهيب بالشعب العراقي أن يستمر في ثورته ومهما دفع طوحيات فهي لن تكون إلا جزء بسيط من الطوحيات التي يدفعها كل يوم الطوحيات مستمرة عند الشعب العراقي هي لم تتوقف بحادثة معينة لكن عندما ينتفظ ويدفع الطوحيات لأجل حرية وكرامة التي امتهنت طيلة هذه الستة عشر سنة سوف يكون هناك تحول نوعي في مستقبل العراق وهذه الانتفاضة لها ما بعدها وستكون نقطة تحول حقيقية في مستقبل الشعب العراقي ربما ستكون كذلك أستاذ أمير لكونها ليست فقط انتفاضة مطلبية كما يجري الحال في بعض الدول الأخرى لأمور خدمية وكذا هي أيضا انتفاضة سياسية ضد الفساد وضد ما جاء بالعراق بالعملية السياسية منذ الاحتلال عام 2003 وحتى هذه اللحظة وهي انتفاضة ايضا اقتصادية نحن نتحدث عن انتفاضة بمعنى الكلمة لا تأخذ بعضا خدميا أو مطلبيا كما تعرفون بين وآسف للإطالة بالسؤال بين مطالب المتظاهرين وإجراءات الحكومة التي أعلن عنها على رسال رئيس البرلمان ورئيس الحكومة أين يمكن الوقوف؟ في أي نقطة يمكن الوقوف بين تلك المطالب؟ في الحقيقة إنما يعني عبرت عليه هذه الحشودة الكبيرة من العراقيين كانت عبارات واضحة كانت عبارات يعني ليس لها مرجعية طائفية أيا كانت نحن رأينا في عيون وضمائر هذا يعني التجمع الشبابي بالعراق نوع من الإحساس الوطني والشعور بالمواطنة يقولون بأنهم عراقيون قبل أن يكونوا شيعة أو زلة يقولون بأنهم عراقيون قبل أن يكونوا صدريون أو حكيميون وما شاكل ذلك يقولون بأنهم عراقيون ولهم مطالب تريد أن تجعل منهم مواطنين في وطن يبحثون عن وطن اسمه العراق سرقته إيران بواسطة ميليشياتها وحزابها في العراق هذا ما رأيناه في عيون وضمائر وقلوب العراقيون الذين شاهدناهم وهم يعني في عنف قوتهم كانت لهم صورة واضحة هي صورة العراقي وليس صورة الشيعي ولا السني ولا صورة الكردي إنها صورة العراقيون التي تناقلتها الأجيال إذن ظهرت الآن لأن المناسبة ولأن النظيم وصل إلى حد لا يطاق العراقيون ظهروا إلى الشارع بعراقيتهم وبوطنيتهم التي نعرفها وهذا هو الحقيقة التي يجب أن نأخذ منها العذر لأن العراق كان قد مر في مأساة وهي الاحتلال الأمريكي والاحتلال الفارسي الذي راد أن يجعل الإراق عديداً لأجنداتهم وإلى ما يريدون أن يعملوا به في هذه المنطقة نعم دكتور أمير المفرجي أستاذ نظير الكندوري هناك من يرى أن هذه التظاهرات هي هزيمة للمشروع الإيراني في العراق إلى أي مدى تأثر المشروع الإيراني فعلاً من خلال هذه التظاهرات في العراق؟ بالتأكيد هذا توصيف صحيح ما هي الدلائل على هزيمة المشروع؟ الدلائل واضحة كضوء الشمس يعني عندما يخرج المتظاهرون ويستهدفون مقرات الميليشيات التابعة لإيران عندما يستهدفون مقرات الأحزاب التابعة لإيران عندما يهتفون بإيران بره بره بغداد تبقى حرة ماذا نريد دليل أكثر من ذلك؟ البارحة أرى أحد مقاطع الفيديو وهم يحملون جواز سفر لإيراني ربما كان أحد القناصين أو أحد الذين يقاتلون مع القوات النظام ضد المتظاهرين ويقولون له إن شئت أن تأخذ الفاسابورت يعني ما تكتعل المتظاهرين بتحدي وإصرار للنفوذ الإيراني الآن هذه الضربة أو الانتفاضة ليست فقط ضد النظام العراقي إنما هي بوجه آخر ضد النظام الإيراني الذي هو بالحقيقة هو المتنفذ هو المتصرف بالشؤون العراقية لكن أنا فقط أريد أنه أنوح على شيء مهم جدا اللي هو الخدع التي يستعملها النظام العراقي بوحي من النظام الإيراني بموضوع التفاوض وجلب ممثلين عن المتظاهرين لكي يتفاوضوا معهم مثل ما فعله الحلبوسي وجاء مجموعة من الآخرين صدر بيان يدل على من المنتفضين بأن هؤلاء لا يمثلون وهناك بيان من الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بالحوار الفعلي مع المتظاهرين أنا أقول لو أنت الأمين العام لو كنت جادا بدعوتك هذا كيف تضمن حماية وسلامة هؤلاء قادة الانتفاضة بأن لا يتعرض للأذى الذين يقتلونهم في الشوارع هل سيؤمنون حماية لقادة التظاهرات أنا أقترح على الهيئة الأممية ويجب على المتفضين أن يوصلوا طلباتهم هذه أن يجعلوا من البعثة الأممية التي موجودة في بغداد هي مكان للتفاوض ويأتي ممثلي التظاهرات الحقيقيين بحماية دولية لكي يتفاوضوا ليس على إسقاط النظام إنما على تسليم الحكم للمتظاهرين المنظمات دولية طالبت الحكومة بالكف عن استخدام القوى المفرطة ضد المتظاهرين أستاذ دكتور أمير مفرجي إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة ستستجيب فعلاً لهذه المطالبات؟ لا تستطيع الحكومة أن تعمل أي شيء أوراقها خلصت وأخرجتها إلى أساحة لا شيء يستطيع أن يبقض هذه الحكومة إلا هو الذهاب والخروج ما يعمل الآن في العراق لإيجاد حل لهذا المأزق هو إيجاد تقيعي نتيجة لليأس الذي جاءت به هذه الأحداث وهذه ما وقع في العراق أخيراً لاحظنا أننا منذ مدة ليست بطويلة بوجود بعض الرؤساء التيارات الطائفية في قم وفي طهران أنا في نظري هناك ترتيب من هذه الأحزاب والأطياف لإيجاد حل تقيعي في حالة تم إبعاد رئيس الوزراء الحالي من الحكوم شكراً لك أستاذ أمير المفرجي كنت معنا عبر السكايب السياسة العراقي كما أشكو ضيفي في الأستوديو وضيفنا في الأستوديو الكاتب والبحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري شكراً جزيلاً شكراً لكم شكراً لكم